عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير القهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومنيوم في مصر وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم وذلك لدورها الحيوية في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير دوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألومنيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألومنيوم وخاماته فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة وكذلك احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاسترادة ووجه الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر الألومنيوم وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية